اشتركوا في القناة ايه معنى الحياة؟ كل اسبوع هنناقش فكرة او سؤال من الاسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من افلاطون لابن رشد دي ديكارد هنتكلم عن المعرفة الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلسفة الاغريق لاباء المتكلمين العرب درواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم احمد الملط للفلسفة والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفة الحلقة الاثنين والستين القياس الحملي كاتجوريكال سيلوجزم تخيل انك انت وزوجتك تتجولان في حديقة عامة في احد ايام الربيع البديعة الجو مشمس والاطفال مع اسرهم يلعبون في كل مكان تتوقف للحظات وتتأمل بعض الصبية والبنات يركلون الكرة تتجه نحو زوجتك وتقول اعلم اننا تحدثنا عن هذا من قبل لكن اتمنى ان نعيد النظر في فكرة عدم الانجاب تنظر زوجتك نحوك بملل وتقول حسنا ساعيد التفكير في الامر تمسك بيديها وانت تقول لما لا معظم الازواج يعتقدون ان الاطفال يجلبون السعادة تلقائيا ترد زوجتك الامر ليس بهذه البساطة لقد قرأت بعض الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع التي اظهرت ان الازواج الذين ليس لديهم اطفال يتمتعون بمستويات اعلى من الرفاهية العاطفية عن الازواج الذين لديهم اطفال وبالتالي فان الازواج الذين ليس لديهم اطفال هم اكثر سعادة من اولئك الذين لديهم اطفال ترد لقد قرأت تلك الدراسات لكني لا اعرف ما قيمتها ضعي في اعتبارك هذا الاطفال تضع البسمة على وجهك والضحك ضروري لتحقيق السعادة اذا فان الاطفال يجعلونك سعيدة بالاضافة بطريقة ما انجاب الاطفال فيجعلك خالدة دحقت زوجتك وهي تقول خالدة وكيف هذا ترد حسنا ليس الخلود كما فهمتي لكني اعني انهم يخلدون اسمك يكبروا الاطفال وينجبون اطفالا وهؤلاء الاطفال ينجبونهم ايضا اطفال وهكذا هذا الشعور بالمساهمة في ادامة الجنس البشري يجعلك سعيدة هل تعتقدين ذلك تقول زوجتك الاحفاد هذا الامر بعيد جدا في المستقبل ربما في البداية مع الحمل الاول جميل الازواج الى السعادة ولكن بمجرد ولادة الطفل ينتهي شهر العسل يجب تغذية المولود جديد كل ساعتين والنوم انسى هذا تماما هؤلاء الاباء ليسوا سعداء ترد بسرعة اطفق معك الامر متاب لكني لا اطفق معك انهم غيروا سعداء الامر مؤقت ويستمر فقط الاشهر القليل الاولى او ربما السنوات الاولى تقاطعك وبعد الاشهر الاولى لديك العاب وطعام في جميع انحاء المنزل واشياء ملتصقة على جميع الاثاس ما مدى سعادتك بالعيش في فوضى مستمرة ترد؟ لا اعتقد اني احب الفوضى ولكن هناك ما هو اكثر في الحياة من المنزل الانيق انجاب الاطفال يدفعنا ان لا نكون اناني ولا يوجد شخص اناني عيد حقا ايضا الاطفال يخلقون جوا من النمو ان مشاهدة الاطفال يتعلمون ويتغيرون وينمون يجعل الاباء بعداء ليس كذلك تجيب زوجتك بالتأكيد من الناحية النظرية لكن في الواقع النمو يعني ان الاطفال سيصبحون اطفالا صغارا يصرخون ويشتكون ويدخلون في بات غضب مستمر الاضطرار الى الاستماع الى كل هذا الواخ لا يجعل احد سعيدا ابدا بعد ذلك الحياة ستصبح اكثر جنونا يجب ان يتم نقل الاطفال باستمرار من و الى المدرسة الدروس الخصوصية النادي كل ذلك ينتقص من سعادة الوالد هليس كذلك؟ فرد صحيح لكن الاطفال مكون يلعبون باستمرار ووجود اطفال مرحون حولك يجلب السعادة بالاضافة الى ان بعض الاطفال يكبرون لينجزون اشياء غير عادية كيف يمكن للمرء الا يكون سعيدا بمشاهدة نجاح طفل ترد زوجتك حسنا لكن الاطفال يأخذون وقتا طويل الازواج الذين لديهم اطفال لا يجدون وقتا لقضاء الاجازات وانا اعلم ان هذا لن يجعلك سعيدا وبعض الازواج الذين لديهم اطفال لا يملكون حتى وقتا لممارسة الجنس هل تحب هذا؟ ترد بسرعة؟ لا 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 لن احب هذا لكن ربما يمكننا تعلم كيف ندير وقتنا بشكل افضل هؤلاء الازواج الامر الاخر انجاب الاطفال سيدفعنا على ان نتعلم كيف نعمل معا كزوجين سيؤدي ذلك الى طعميق علاقتنا والعلاقات الاعمق اكثر سعادة ولا تنسي الحب الغير مشروط الاطفال يحبونك كما انت لن يهتموا بالشكل الذي انت عليه سواء كنت تمينة او نحيفة قصيرة ام طويلة هذا الحب الغير مشروط بالقطع سيجعلك سعيدة ترد زوجتك بكل تأكيد من لا يريد الحب الغير مشروط لكن ماذا عن المال؟ الاطفال يكلفون ثروة الغذاء والملابس بواتير الطبية والتعليم الجامعي سنكون مفلسين باستمرار هل يمكن ان نكون سعداء هكذا؟ وماذا عن عملي؟ لدي اهداف عملية اخرى مثلك تماما الحمل والاعتناء بالصغار سيمنعني من ان احقق اهدافي ابدا لا يمكن ان اكون سعيدة اذا حدث ذلك ترد بسرعة؟ لا يجب ان نجد حلل هذه الامور مع تقدمنا في السن فكري في كيف ستكون حياتنا بدون اطفال سنشعر بالوحدة والانقطاع من سيواسينا وليس هناك احفاد لزيارتنا هل هذه سعادة بالنسبة لك؟ ترد زوجتك؟ ها انت تفترض ان الاطفال سيغادرون المنزل بعد مدة طويلة نحن في عصر السرعة يا سيد الاطفال يغادرون المنزل الان سريعا لمجرد دخولهم الجامعة وقبل ان تدرك الامر يتزوجون وينتقلون الى حياتهم الخاصة تبتسم فعلا لن يبقوا في المنزل طويلا بعد دخولهم الجامعة لكننا جلبنا الكثير من السعادة الى ابائنا عندما قررنا الزواج فليس كذلك؟ تبتسم زوجتك وهي تحتضنك؟ نعم لقد جلبنا الكثير من السعادة الى اهلنا لما قررنا الزواج لقد اثبت حجتك بعض الاطفال على الاقل ينتهي بهم الامر الى اسعاد والدي تأمل هذا الحوار قليل الحوار عادي قد يدور بين اي زوجين عصري لكنه مليء بالحجج المنطقية الصالحة والغير صالحة في صورة غير قياسية اول التعرف على تلك الحجج ووضعها في صورتها القياسية منطق القياس سيلوجزم القياس سيلوجزم هو احد صور الحجج الاستنتاجية تتكون من فرضيتين ونتيجة واحدة وهو احد اهم صور المنطق الكلاسيكي او المنطق السوري الارستي ويعد احد قمم منتجات العقل البشري على العموم وارسته بشكل خاص بسبب دقته طرعته وبسطه الامر الذي دعى المئات من المفكرين والباحسين يتناول القياس بالبحث الشرح والتفسير لأكثر من الفين عام الارسته فرق بين نوعين من القياس التام perfect والناقص imperfect حيث القياس التام هو الذي لا يتطلب ان تحتوي نتيجة الحج على بيان شيء لم يكن في القدمات لكن القياس الناقص على العكس يتطلب تقرير شيء في النتيجة لم يكن في المقدمات هذا التفريق بين صورتي القياس مهم في فهم احد اشهر واهم صور القياس وهو القياس الحملي categorical syllogism قوام حجة القياس الحملي هو مقدمتين كبرى وصغرى ترتبطان ارتباطا ضروريا بحد اوسط فتلزم عنهما النتيجة هذا الارتباط بين المقدمتين امر بيّن وبديهي لا يتطلب وجود قضية اخرى اي ان القياس تام متكامل في المقدمات لا يحتاج قضية اخرى لاثباته اذا في القياس الحملي هناك ثلاث عناصر اساسية واحد الحدود او الفئات الثلاثة المكونة للحجة الحد الاكبر major term الحد الاصغر minor term والحد الاوسط middle term اثنين المقدمتين المقدمة الكبرى major premise والمقدمة الصغرى minor premise ثلاثة واخيرا النتيجة conclusion وهي لازمة ضرورية عن ارتباط المقدمتين تأمل المثال التالي واحد كل حيوان فان اثنين كل انسان حيوان ثلاثة اذا كل انسان فان هذه حجة من القياس الحملة حيث تتوفر فيها كل عناصر حجة القياس المقدمة الكبرى كل حيوان فان والمقدمة الصغرى كل انسان حيوان والنتيجة كل انسان فان لكن ما هو الحد الاكبر الاصغر والاوسط الحد الاكبر او الفئة الكبرى major term هي فئة الاسناد او المحمول predicate في نتيجة الحجة في المثال السابق فئة الفناء او فان هي المحمول او الفئة التي تم اسنادها في النتيجة والحد الاصغر او الفئة الصغرى minor term هي فئة الموضوع subject في نتيجة الحج في المثال السابق فئة الانسان هي فئة الموضوع في النتيجة اي الفئة التي تم الاسناد اليها واخيرا الحد الاوسط او الفئة الوسطى middle term هي الفئة التي تقع في كل من المقدمة الكبرى والصغرى وتمثل الرابط بين المقدمتين لكنها لا تظهر في النتيجة في المثال السابق فئة الحيوان هي الحد الذي ظهر في كل من المقدمة الاولى والثانية لكنها لم تظهر في النتيجة والمقدمات كما استنتجت اكتسبت اسمها بسبب احتواءها على الحد المقدمة الكبرى توي على الحد الاكبر والمقدمة الصغرى تحتوي على الحد الاصغر وفي الواقع ارستو لم ينص تحديدا على ترتيب المقدمات داخل الحج الامر الذي يظهر اثره بوضوح في اعمال المنطقيين التابعين على ارستو فنجد ان علماء المنطق في الغرب دقبوا على وضع المقدمة الكبرى في بداية الحجة في حين ان المنطقيين في الحضارة الاسلامية دقبوا على وضع المقدمة الصغرى في مقدمة القياس على اي حال ارستو اشار الى ان الارتباط بين المقدمتين ضروري هذا لان الضرورة نتجى عن الوصلة التي يقدمها الحد الاوسط بين المقدمتين في المقدمة الكبرى الحد الاوسط يستغرق في الحد الاكبر وفي المقدمة الصغرى الحد الأصغر يستغرق في الحد الأوسط وبالتبعية في النتيجة يستغرق الحد الأصغر في الحد الأكبر ويختفي الأوسط تماما قواعد القياس الحملي Categorical Sylligism Rule أرست وضع قواعد دقيقة في التحليلات الأولى لمنطق القياس هذه القواعد قائمة في الأساس على مكونات حجة القياس التي حددناها منذ قليل المصطلحات التي وضعناها قد تبدو للوهلة الأولى قليلة الأهمية لكنها مهمة جدا في عملية ترميز الشكل القياسي لحجج منطق القياس أو ببساطة عند وضع قالب محدد أو شكل رمزي للحجج القياسية الصورة القياسية للقياس الحملي Standard Form Categorical Sylligism لابد أن تنطبق عليها الشروط الآتية 1- قضايا الحج الثلاث لابد أن تقع على الصورة القياسية للفرضيات التصنيفية Standard Form Categorical Proposition 2- حد الأوسط لا يظهر في النتيجة ويظهر مرة واحدة في كل من المقدمتين 3- كل حد أو فئة مستخدم بنفس المعنى خلال الحجة 4- المقدمة الكبرى تظهر أولا في الحجة والمقدمة الصغرى تظهر ثانيا ثم النتيجة 5- لا يظهر حد أو فئة جديدة في النتيجة ما لم يظهر مقدمات الشرط الأول يتطلب أن كل فرضية أو قضية تتكون من 5- معامل 6- فئة الموضوع 7- رابط 7- كبلة 8- وفئة الإسناد أو المحمول 8- ارجع لحلقة القضايا الحملية 9- الشرط الثاني واضح 10- والشرط الثالث يمنع احتمالية وقوع الاشتراك اللفظي 10- مثلا لو فئة قانون استخدمت مرتين في كل مرة أشارت إلى معنى مختلف 10- مثلا قانون علمي بمقابل قانون تشريعي 11- في تلك الحالة يحدث التباس في المعنى 11- ارجع لحلقة المغالطات المنطقية جزء الثاني 12- وعندها حجة القياس أصبحت تحتوي على أربع فئات وليست ثلاثة 13- هذا يعرف بمغالطة الحدود الأربعة 14- أحد صور المغالطات الرسمية 14- مثلا 15- كل كريم جواد وكل جواد له كبوة 16- إذن كل كريم له كبوة 16- لاحظ الاستخدام اللغوي لجواد وجواد في تلك الحجة 17- وقد تكون نتيجة تلك الحجة صحيحة وصادقة 17- لكنها لا تمثل صورة من صور القياس 18- وأخيرا الشرط الرابع هو ترتيب أولوية ظهور الفرضيات داخل الحجة 18- المثال الذي بدأنا به 19- يقع على الصورة القياسية 20- لأن الشروط الأربعة متحققة 21- لكن هذه الحجة على سبيل المثال ليست على الصورة القياسية 21- كل الأفلام أعمال فنية 22- بعض الأفلام تعد أعمال خالدة 23- إذن بعض الأعمال الفنية خالدة 24- تعتقد لماذا تلك الحجة ليست قياسية 24- بالضبط 25- الشرط الرابع غير منطبق 25- الفرضية الصغرى ظهرت قبل الفرضية الكبرى داخل الحجة 26- كي نضع تلك الحجة الحملية في صورتها القياسية 27- لابد أن نعكس ترتيب الفرضية الأولى والثانية 28- فئة الأعمال الخالدة هي الفئة الكبرى 29- وظهرت في الفرضية الثانية 29- أي أنها الفرضية الكبرى 30- وبالتالي لابد أن يكون ترتبها الأول داخل الحجة 30- وفئة الأفلام هي الفئة الصغرى 31- ظهرت داخل الفرضية الأولى 31- أي الفرضية الصغرى 32- وبالتالي لابد أن يكون ترتبها الثانية في الحجة 31- في الواقع 32- الرسط لم يضع تلك القواعد في قائمة محددة 33- ولكنه تحدث عنها في أماكن متفرقة من أعماله 33- كلما سنحت له الفرصة 33- وعلماء المنطق من بعده 34- أعطوا اهتمام كبير أشكال القياس 35- وصوره والقواعد التي يمكن أن نستنبطها من أشكال القياس 35- الأمر الذي أدى إلى الخلاف المتوقع 36- بين الفلسفة والمنطقيين 36- حول تلك القواعد 37- أهميتها وعددها 37- وأي منها أساسي أو تابع 38- لكن هذا الخلاف خارج نطاق بحثنا الحالي 39- وسنتركه للدارسين والمتخصصين 40- ونكتفي بالإشارة إلى 40- أن القواعد الخمسة السابقة 41- في مجملها 41- تعبر عن روح قواعد منطق القياس الحملي الأرسي 42- أشكال القياس الحملي 42- Categorical syllogism form 42- القياس الحملي 43- Categorical syllogism 43- هو أحد صور الحجج الاستنتاجية 44- يتكون من ثلاث قضايا حملية 44- Categorical propositions 43- من الممكن صياغتها في صورة القياس الحملي القياسية 44- قوام حجة القياس الحملي 44- قائم على عاملين أساسيين 45- واحد 45- معامل الضرب القياسي 45- والذي من خلاله 46- نحدد كيف المقدمات وكمها 46- وكذلك النتيجة التي تنشأ من الارتباط بين المقدمتين 47- لو باكر من حلقة القضايا الحملية 47- أرصت وضع أربع أنواع للقضايا الحملية 48- واحد 49- قضايا الكلية الموجبة 49- كاف ميم 50- أو A 50- وأحياناً يطلق عليها التأكيدية العامة 50- Universal Affirmative 51- اتنين 51- قضايا الكلية السالبة 51- كاف سين 52- أو E 52- وأحياناً يطلق عليها النفي العام 52- Universal Negative 53- ثلاثة 52- قضايا الجزئية الموجبة 53- جيم ميم 53- أو I 54- التأكيد الجزئي 54- Particular Affirmative 54- قضايا الجزئية السالبة 55- Gيم سين 55- أو النفي الجزئي 55- Particular Negative 55- معامل الضرب القياسي 55- مود 55- يمثل أنواع القضايا الثلاثة المكونة للحج 55- مثلاً 55- لو كانت المقدمة الكبرى 55- قضية حملية 55- كلية 55- كاف ميم 55- أو A 56- والمقدمة الصغرى 56- قضية جزئية سالبة 57- جيم سين 57- أو O 57- والنتيجة 57- قضية جزئية موجبة 57- جيم ميم 58- أو I 58- في تلك الحالة 58- يصبح معامل الضرب القياسي للحجة 59- هو A-O-I 59- أي 60- مركب من أنواع القضايا السلاسة 60- المستخدمة داخل الحجة 60- عسب ترتبة 60- العامل الثاني 61- هو الهيئة 61- أو الشكل 62- فجر 62- شكل حجة القياس يتكون بناءً على موقع فئة الوسط 62- ميدل ترن 63- داخل المقدمتين الأولى والثانية 63- بما إن الحد الأوسط يظهر مرتين داخل المقدمتين 64- إذن فهناك أربع احتمالات ممكنة لموقعه 64- إما أن يكون الفئة الأولى فئة الموضوع المقدمة الكبرى 64- والفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الصغرى 65- أو أن يكون الفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الكبرى 65- والفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الصغرى 66- أو أن يكون الفئة الأولى فئة الموضوع في المقدمة الكبرى 66- والفئة الأولى فئة الموضوع في المقدمة الصغرى 67- وأخيراً أن يكون الفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الكبرى والفئة الأولى فئة الموضوع في المقدمة الصغرى منظروا الشكل المرافض وبالتالي عند تصنيف حجة قياس حملية نقوم بالنظر إلى كل من معامل الضرب القياسي مود ومعامل الشكل القياسي فيجر لتلك الحجة تأمل المثال التالي 1. لا يوجد رسامين نحاتين 2. بعض النحاتين فنانين 3. لذلك فإن بعض الفنانين ليسوا رسامين هذه الحجة تقع على الصورة القياسية للقياس الحملي معامل ضربها هو EIO طبقا لترتيب أنواع القضايا الحملية الثلاثة المكونة للحجة ومعامل شكلها فيجر على الصورة الرابعة لأن الحد الأوسط كان ثاني أو فئة المحمول في المقدمة الكبرى والأول أي فئة الموضوع في المقدمة الصغرى وبالتالي يصنف القياس في تلك الحجة على أنه من نوع EIO4 إذن هناك حقيقتين رياضيتين لأصحاب العقول الرياضية يمكن استنتاجها من هذا التصنيف واحد هناك 64 صورة محتملة لمعامل الضرب القياسي مود لأي حجة قياسية بما أن أي حجة قياسية حملية تحتوي على ثلاث قضايا وكل قضية حملية ماتقع في نوع من أربعة إذن حاصل أربعة بأربعة بأربعة بساوي أربعة وستين اتنين هناك 256 شكل أو صورة ممكنة من حجج القياس الحملي بما أن هناك أربعة احتمالات لمعامل الشكل بناء على موقع الحد الأوسط و64 صورة محتملة بناء على معامل الضرب القياسي إذن حاصل ضرب أربعة في 64 يساوي 256 قد يكون من المحير بالنسبة لك لماذا أقوم بعد كل الصور الممكنة لحجج القياس الحملي لكن كما توقعت غالبا علماء المنطق يستخدموا تلك الصور لتحديد صلاحية فلدة حجة القياس بتحديد معامل ضرب الحجة ومعامل شكلها أو هيئتها من الممكن مقارنتها مع الصورة القياسية الرمزية المقابلة لها وتحديد إن كانت حجة صالحة أم لا صلاحية القياس الحملي اختلف آباء المنطق الكياسيكي حول صلاحية الحج القياسية بناء على مضمنها الوجود أي إن كانت الفئات والكائنات المعبر عنها داخل قضايا الحجة لها وجود في الواقع فعلا أم لا وانقسم علماء المنطق إلى مدرستين المدرسة الأرستية على رأسها أرستو الذي رأى أن الفرضيات الصالحة لابد أن تدل على أشياء وكائنات فعلا في الوجود في حين إن المدرسة المقابلة على رأسها عالم المنطق الإنجليزي جورج بولي في القرن التاسع عشر الذي رأى أن ليس بالضرورة أن تدل الحجج الصالحة على كائنات حقيقية في الواقع ارجع لحلقة القضايا الحملية في حجج القياس الحملي بعد أن نقوم بتحديد معامل الضرب وهيئة القياس يمكن تحديد صلاحية الحجة من خلال مقارنة معامل ضربها وهيئتها مع صور حجج القياس الصالحة المعروفة مسبقا بداية باعتناق رؤية بولية بالبحث عن معامل الحجة وهيئتها في جدول حجج القياس الصالحة بدون شرط منظر الجدول المرافق إن وجدت الحجة في الجدول إذن هي حجة صالحة بدون شرط أو قيم أي بغض النظر إن كانت الحجة تدل على وجود أشياء في الواقع أم لا لكن إن لم تظهر الحجة في جدول حجج القياس الصالحة بدون شرط نتحول لاعتناق الرؤية الأرستوطالية ونبحث عن الحجة في جدول حجج القياس الصالحة بشرط إن وجدت إذن الحجة صالحة من وجهة النظر الأرستوطالية بشرط إن الحد أو الفئة الحرجة يمثل كائن له وجود في الواقع هذا الحد الحرج يتم تحديده بناء على الجدول السابق مثلا لو كانت صورة القياس A A I 1 الحد الحرج في الرؤية الأرستوطالية هو فئة الموضوع في النتيجة طبقا للجدول السابق بالتالي لابد أن تكون فئة الموضوع في النتيجة لها وجود في الواقع حتى تكون الحج صالحة أو لو كانت صورة القياس A A O 3 يكون الحد الحرج طبقا للجدول والحد الأوسط أي فئة الربط بين المقدمتين لابد أن تكون فئة لها وجود في الواقع حتى تصبح الحجة صالحة عارف إن الكلام قد يكون صعب بعض الشيء لكن في الواقع الأمر بسيط لو استخدمت الجداول المرفقة واتبعت قواعدها مثلا تصور حجة قياس على هيئة A A I 1 أي إن القضية الكبرى والصغرى فيها حملية بلية موجبة من نوع A والنتيجة قضية جزئية موجبة من نوع I إذن معامل ضربها هو A A I والحد الأوسط فيها كان فئة الموضوع في المقدمة الكبرى وفئة المحمول في المقدمة الصغرى أي إن هيئتها من نوع 1 وبالتالي الصورة القياسية للحجة تصبح A A I 1 طبقا لجدول حجة القياس الصالحة بشرط فئة الموضوع في المقدمة الكبرى هي الحد الحرج أي الذي تبنى عليه صلاحية الحجة إن كان له وجود في الواقع أم لا مثلا لو فرضنا إن فئة الموضوع في المقدمة الكبرى كانت فئة النمور في تلك الحالة تصبح الحجة صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالي لكن لو كانت فئة الموضوع في المقدمة الكبرى مثلا يا فئة كائن العنقاء الخرافي تلك الحالة تصبح الحجة غير صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالي إن كان عقلك النقدي غير متقبل بطريقة الجداول السابقة للتحقق من صلاحية حجة القياس الحملي وتريد برهان أكثر عقلانية تذكر من حلقة القضايا الحملية أن أحد الأدوات الأهمة التي استخدمناها للتحقق من صحة القضايا الحملية كانت مخططات فان الأداة تقدم الطريقة الأبسط والأكثر شيوعا تحقق من صحة أي حجة قياس حملية في حلقة القضايا الحملية استخدمنا دائرتين بمخطط فان لتمثيل القضية بما أن القضية احتوت على فئتين فقط عند تمثيل حجج القياس الحملي سنطور الأداة لاستخدام ثلاث دوائر تمثيل الفئات الثلاثة المكونة للحجة عند رسم الثلاث دوائر لا بد أن نرسمها بحيث أن تتقاطع معا وبالتالي يتكون سبع مناطق تقاطع ترتيب الدوائر غير مهم دائرة تمثل فئة الموضوع في النتيجة الحد الأصغر ودائرة تمثل فئة المحمول أو الإسناد في النتيجة الحد الأكبر ودائرة تمثل فئة الربط أو الحد الأوسط بين الفئتين عملية اختبار صلاحية الحجة بسيطة نمثل مقدمات الحجة على المخطط ثم نقوم باختبار المخطط للتأكد كانت النتيجة تتبع منه أم لا هناك مجموعة من القواعد لا بد من اتباعها عند تمثيل الحجة على المخطط كي نصل إلى النتيجة المبتغى 1- التزليل يشير إلى عدم موجود عناصر تلك المساحة وعلامة X تشير إلى وجود عنصر واحد على الأقل تلك المساحة ونستخدم تلك العلامات تمثيل المقدمات فقط وليس النتيجة لأن النتيجة سيستدل عليها بعد تمثيل المقدمات 2- لو احتوت الحجة على مقدمة من القضايا الكلية سواء كانت نوع A أو من نوع E نبدأ بتمثيلها أولا بغض النظر عن ترتبها في الحجة لو كانت المقدمتين من نوع القضايا الكلية نستطيع البدء بتمثيل أي منهما أولا 3- عند تمثيل القضية على المخطط نركز على الدائرتين الممثلتين لفئتي القضية وضع التمثيل أي عند تمثيل المقدمة الكبرى نركز على الفئتين الممثلتين للقضية الكبرى للمقدمة الكبرى وعند تمثيل المقدمة الصغرى نركز على الدائرتين الممثلتين فئتي المقدمة الصغرى عند تمثيل القضايا من نوع بعد سين هو صاد نترجمها إلى أن هناك على الأقل عنصر واحد سين ويقع في صاد وعند تمثيل قضايا بعد سين ليس صاد نترجمها أن على الأقل يوجد عنصر واحد سين ولا يقع في صاد عند تزليل منطقة ما يجب أن تظلل المنطقة بالكامل وليس جزئيا ستة المنطقة التي تقع فيها علامة X عادة ما تكون منقسمة في تلك الحالة نضع X في الجزء الغير مظلل لأن الجزء المظلل يعني الخواء أو عدم موجود عناصر بداخله ولو كانت المنطقتين مظللتين نضع X على الخط المشترك بينهم منظر الشكل المرافق سبعة علامة X لا يمكن أن تقع على خط يمثل تقاطع الدائرة والفراغ المحيط بها ولا يمكن أن تقع على تقاطع خطين منظر الشكل المرافق أفضل طريقة لفهم مخططات VIN هو التمرين على استخدامها بأمثلة عملية سنبدأ بتطبيقها على الرؤية البولية لأنها لا تعترف بالمضمون الوجودي في القضايا الكلية تمثلها واختبارها باستخدام مخططات VIN أبسط وأعم من الرؤية الأرستوطالية تأمل هذا القالب لحجة قياس حملية على صورة EAE2 لا يوجد صاد هو طه كل سين هو طه إذن لا يوجد سين هو صاد بما أن المقدمتين في الحجة قضايا كلية ليس مهما أي مقدمة نبدأ بتمثيلها أولا سنبدأ بالمقدمة الأولى الفئة طه هي الدائرة العليا متقطعة مع الدائرة صاد ونظلل منطقة التقاطع بينهما لنعبر عن عدم وجود عناصر مشتركة بين سين وطه منظر الشكل المرافق ثم نمثل المقدمة الثانية الدائرة سين متقطعة مع الدائرة طه وبما أن القضية كل سين هو طه إذن كل المنطقة من سين خارج طه يجب أن تظلل لتعبر أنه لا يوجد أي عناصر من سين خارج طه منظر الشكل المرافق النتيجة تقر بأن لا يوجد سين هو صاد أي لا يوجد عنصر مشترك بين سين وصاد أي لا بد أن تكون المنطقة المشتركة بين سين وصاد مظللة بالكامل أي أنه لا يوجد عناصر مشتركة بينهم بالفعل باختبار المخطط النهائي ستجد أن المنطقة بين سين وصاد مظللة إذن هذا القياس صحيح من وجهة النظر البولية أي أنها حجة صالحة بدون شروط وجودية مثال آخر حجة قياس على هيئة AEE1 كل طه هو صاد لا يوجد سين هو طه إذن لا يوجد سين هو صاد مرة أخرى المقدمتين قضايا كلية إذن لا يهم بأيهما نبدأ فنبدأ بالمقدمة الأولى بما أن كل طه هو صاد إذن نظلل الجزء في طه الغير متقاطع مع صاد والمقدمة الثانية لا يوجد سين هو طه إذن نظلل المنطقة بين سين وطه الشكل الناتج منطقة التقاطع بين سين وصاد منقسمة بعضها مظلل وبعضها الآخر غير مظلل منظروا الشكل المرافض لكن النتيجة تقر أن لا يوجد سين هو صاد أي لا بد أن تكون نتيجة المخطط منطقة التقاطع بالكامل بين الدائرة سين وصاد مظللة الأمر الغير صحيح طبق النتيجة المخطط إذن هذا القياس غير صالح مثال آخر حجة قياس على هيئة IAI4 بعد صاد هو طه كل طه هو سين إذن بعد سين هو صاد طبقا للقواعد السابقة نبدأ بتمثيل القضية الكلية أولا كل طه هو سين أي نظلل المنطقة من طه كارك سين ثم بعد ذلك المقدمة الأخرى بعد صاد هو طه أي نضع X في منطقة التقاطع بين صاد وطه لكن لاحظ أن المنطقة منقسمة وأحد شقيها مظلل إذن طبقا للقواعد نضع علامة X في الجزء الغير مظلل بمظل الشكل المرافق نتيجة الحجة بعض سين هو صاد وبالفعل هناك علامة X في منطقة التقاطع بين سين وصاد إذن القياس صالح بدون شروط مثال أخير حجة قياس على هيئة A-O-O-1 كل طه هو صاد بعض سين ليس طه إذن بعض سين ليس صاد كالعادة نبدأ بالمقدمة من نوع القضايا الكلية أولا كل طه هو صاد إذن نظلل الجزء من الدائرة طه الخارج عن صاد ثم المقدمة الثانية بعض سين ليس طه أي نضع علامة X في سين خارج طه لكن المنطقة من سين الخارج عن طه منقسمة إلى قسمين إذن نضع علامة X على الخط الفاصل بين المنطقتين انظر الشكل المرافق النتيجة تقر بأن بعض سين ليس صاد إذن لابد أن تقع علامة X في الجزء من سين الخارج على صاد لكن بالنظر للمخطط نجد أن العلامة تقع على الخط الفاصل بين سين وصاد إذن لا نستطيع أن نقرر إن كانت العلامة تقع خارج صاد أم في منطقة التقاطع بين سين وصاد وبالتالي هذا القياس غير صالح صلاحية القياس في الرؤية الأرستوطالية Validity According to the Aristotelian View قمنا باختبار صلاحية حجة القياس الحملي في الرؤية البولية التي لا تعترف بأن المقدمات من نوع القضايا الكلية يجب أن يكون لها مضمون وجودي أو أي أنها لا تعبر عن وجود كائنات في الواقع الآن ننتقل إلى الرؤية الأرستوطالية التي تعترف بالمضمون الوجودي ويلعب دور هام في تحديد صلاحية الحجة كي نختبر إن كان القياس صالح من وجهة النظر الأرستوطالية نبدأ أولا باختبار صلاحية الحجة باستخدام مخططات فن طبقا للرؤية البولية إن كانت الحجة صالحة إذن الحجة أيضا صالحة طبقا للرؤية الأرستوطالية ولا داعي لإجراء مزيد من الاختبارات لكن لو كان القياس غير صالح طبقا للرؤية البولية والحجة تحتوي على مقدمة كلية ونتيجة جزئية إذن نعتمد الرؤية الأرستوطالية ونبحث في المخطط عن دائرة مظللة بالكامل معادة منطقة واحدة إن وجدنا تلك الدائرة نضع بداخلها علامة XX في المنطقة الغير مظللة ونختبر صلاحية المخطط مرة أخرى لو كانت الحجة صالحة نبحث إن كانت XX تمثل كائن له وجود في الواقع إن صح هذا الشرط إذن الحجة صالحة طبقا للرؤية الأرستوطالية وإن لم تمثل العلامة XX كائن في الوجود إذن الحجة غير صالحة تحت الرؤية الأرستوطالية وارتكبت المغالطة الوجودية برجع لحلقة القضايا الحملية لو لاحظت بحثنا عن دائرة في المخطط مظللة بالكامل معادة منطقة واحدة فقط ماذا لو لم توجد تلك الدائرة إذن الحجة تصبح خاطئة أنا مدرك إن الكلام أصبح مربك بعض الشيء لكن أفضل طريقة لفهم المنطق هو التمرين العملي كالرياضيات أما للحجة التالية لا يوجد جندي صاعقة هو مهندس كل جنود الصاعقة شجعان إذن بعض الشجعان ليسوا مهندسين أولا دعنا نستبدل الفئات برموز كي يصبح اختبار الحجة أسهل على مخططات فين نستبدل فئة المهندسين بالرمز صاد وفئة الشجعان بالرمز سين وفئة جنود الصاعقة بالرمز طه فتصبح الحجة لا يوجد طه هو صاد كل طه هو سين إذن بعض سين ليس صاد هذا القياس على هيئة E-A-O-3 نبدأ بتمثيل الحجة نمثل أولا المقدمة الكلي كليهما مقدمتان كليتان فنبدأ بأيهما نظل المنطقة التقاطع بين طه وصاد ثم نظل المنطقة في طه الخارجة على سين منظر الشكل المرافق طبقا للنتيجة بعض سين ليس صاد أي إن لابد من وجود علامة X في دائرة سين في الجزء الخارج عن صاد لكن بكل وضوح المخطط لا يحتوي على علامة X في سين خارج صاد إذن الحجة غير صالحة من وجهة النظر البولية الآن ننتقل لتقييم الحجة من وجهة النظر الأقلية نبحث عن دائرة مزللة بالكامل بعد منطقة واحدة بداخلها فعل دائرة الطه مزللة بالكامل بعد جزء واحد إذن نضع علامة XX في المنطقة الغير مزللة داخل دائرة الطه منظر الشكل المرافق المخطط الآن يشير إلى أن القياس صالح بشروط خطوة الأخيرة هي اختبار شرط الصلاحية وهو إن كانت علامة XX تمثل كائن له فعلا وجود في الواقع بما إن علامة XX تقع في دائرة الطه وطه تمثل فئة جنود الصائقة إذن العلامة تمثل أحد جنود الصائقة أي إن العلامة تمثل كائن له وجود في الواقع إذن تحقق الشرط ويصبح القياس صالح من وجهة النظر الأرسطوطالية الواقع الدائرة طه بهذا المثال تمثل الحد الحرج critical term الذي ذكرناه منذ قليل في تحديد صلاحية القياس من وجهة النظر الأرسطوطالية بطريقة الجداول هذا الحد الذي إن وجد شيء واحد على الأقل يمثله في الواقع يكفي لضمان صلاحية الحج مثال آخر حجة قياس على هيئة A-A-I-1 كل الزواحف عيوانات مخيفة كل الديناصورات الحية الآن تعد من الزواحف إذن بعض الديناصورات الحية الآن عيوانات مخيفة نعبر نعبر بالرمز طه عن فئة الزواحف والرمز صاد عن فئة الحيوانات المخيفة والرمز سين عن فئة الديناصورات الحية الآن بتصبح الحجة كل طه هو صاد كل سين هو طه إذن بعض سين هو صاد نقوم بتمثيل الحجة طبقا للرؤية البولية على مخطط فان بتصبح الدائرة طه والدائرة صاد مزللتين بالكامل مع عدم منطقتين متقاطعتين مع الدائرة سين موظل الشكل المرافق لكن بما أنه لا يوجد علامة أكس في المخطط بالمرة إذن الحجة غير صالحة لأن النتيجة تقر بأن بعض سين هو صاد إذن ننتقل لتقييم الحجة من وجهة النظر الأسطوطالي نبحث عن دائرة مزللة بالكامل مع عدى جزء واحد منها نجد الدائرة سين هي الدائرة الوحيدة المزللة بالكامل مع عدى جزء واحد نضع علامة أكس أكس في الجزء المزلل منظر الشكل المرافق المخطط الآن يشير إلى أن القياس صالح بشرط إذن نختبر شرط المضمون الوجودي كانت العلامة تمثل كائن في الواقع أم لا وبما أن العلامة تقع في دائرة سين إذن هي تعبر عن فئة الديناصورات الحية الآن وبالتالي العلامة تمثل كائن ليس له وجود في الواقع إذن الشرط لم يتحقق والحجة غير صالحة تحت الرؤية الأرستوطالية مغالطات القياس الحملة كاتيجوريكل سيلوجيزم تعالسيز كما أشرنا سابقا أرستو لم يجمع قواعد صلاحية القياس ويحددها بشكل واضح لكنه عبر عنها بعدة صور أماكن متفرقة من أعماله وعبر العصور علماء المنطق من بعده حولوا قصر وتحديد تلك القواعد ووضوح وأصبحت القواعد مؤشر صلاحية القياس أو إن تم كسر أحد القواعد أصبحت مؤشر بحدوث مغلطة رسمية formal fallacy ويصبح القياس غير صالح مغلطة الوسط الغير موزع undistributed middle وتحدث عند كسر القاعدة الأولى الحد الأوسط لا بد أن يتم توزيعه على الأقل مرة واحدة تأمل المثال التالي كل التونة من الأسماء كل السلمون من الأسماء إذن كل السلمون من التونة هذه الحجة ارتكبت مغلطة رسمية هي مغلطة الوسط الغير موزع في الصورة القياسية للقياس الحملي الحد الأوسط الأسماك في المثال السابق لم يتم توزيعه لو فاكر من حلقة القضايا الحملية فئات التي يتم توزيعها تختلف عسب نوع القضية 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 الكلية الموجبة A يتم فيها توزيع فئة الموضوع القضايا الكلية السالبة E يتم فيها توزيع فئة الموضوع وفئة المحمول والقضايا الجزئية الموجبة I لا يتم توزيع فيها أي من الفئات والقضايا الجزئية السالبة O يتم توزيع فئة المحمول فيها لو لاحظت في المثال السابق المقدمات من نوع القضايا الكلية الموجبة والأسماك فيها هي فئة المحمول وليست فئة الموضوع إذن ارتكبت الحجة مغلطة الوسط الغير موزع وتصبح الحجة غير صالحة بالتبعية لو كانت المقدمة الكبرى في الحجة كتبت كالآتي كل الأسماك من التونة بدلا من كل التونة من الأسماك في تلك الحالة الحد الأوسط الأسماك تم توزيعه وبالتالي تصبح الحجة صالحة لكنها ما زالت غير صحيحة لأن المقدمة التي غيرناها لم تعد تعبر عن حقيقة لأن الأسماك ليست كلها من التونة سر قاعدة الوسط الموزع هو أن الحد الأوسط يقدم الأرضية المشتركة ما بين الموضوع والمحمول في نتيجة الحجة باستغراق المحمول في الحد الأوسط إذن عندما يرتبط الحد الأوسط بالكل أو الجزء فئة الموضوع بالتبعية لابد أن تصبح فئة المحمول بطبطة بفئة الموضوع مغلطة الحد الأكبر المحضور والحد الأصغر المحضور المغلطة مرتبطة بقاعدة القياس الثانية إن وزع حد في النتيجة إذن لابد أن يوزع في المقدمة تأمل المثال التالي كل الأحصنة حيوانات بعض الكلاب ليست أحصنة إذن بعض الكلاب ليست حيوانات أو هذا المثال كل النمور ثديات كل الثديات حيوانات إذن كل الحيوانات نمور في المثال الأول الحد الأكبر حيوانات موزع في النتيجة لأن النتيجة قضية حملية جزئية تالبة إذن يتم توزيع فئة المحمول فيها لكن هذا الحد لم يتم توزيعه في المقدمة الكبرى إذن الحجة غير صالحة وارتكبت مغلطة الحد الأكبر المحضور للاست ميجور وفي المثال الثاني الحد الأصغر حيوانات موزع أيضا في النتيجة لكنه غير موزع في المقدمة الصغر وبالتالي تصبح الحجة غير صالحة وارتكبت مغلطة الحد الأصغر المحضور إليست ماينور لو لاحظت عند تطبيق تلك القاعدة بدأت أولا باختبار النتيجة إن لم توجد أي فئات في النتيجة تم توزيعها يصبح من غير الممكن مخالفة القاعدة ولا يمكن ارتكاب المغلطة لكن لو وجدت فئة موزعة في النتيجة يمكن اختبار باقي القاعدة في المقدمات مغلطة المقدمات الحصرية وتحدث عند كسر قاعدة القياسة الثالثة من غير المسموح وجود قدمتين سالبتين تأمل هذا المثال لا توجد أسماك ثديات بعض الكلاب ليست أسماك إذن بعض الكلاب ليست سديات قد تتعجب من تلك الحجة لأن المقدمات فعلا صحيحة لكن النتيجة غير صحيحة الإشكالية في تلك الحجة نابعة من كسر قاعدة القياسة الثالثة واحتواءها على مقدمتين سالبتين لو كانت فئة المحمول والفئة الوسطى منفصلتين كليا أو جزئيا وفئة الموضوع والفئة الوسطى منفصلتين كليا أو جزئيا لا يمكن القول بأن هناك علاقة بين الموضوع والمحمول هاتين الفئتين إما منفصلتين تماما أو متوحدتين تماما سواء كليا أو جزئيا يمكنك التحقق بنفسك من تلك النتيجة برسم وخطة فين القاعدة ببساطة هو أن ليس هناك رابط أو صلة بين الموضوع والمحمول في النتيجة بسبب المقدمات السالبة وبالتالي لا يوجد محل القياس من الأساس مثلا لا يوجد أمريكي مصري لا يوجد أسباني مصري في كلتا المقدمتين سلبنا عن الموضوع حد وسط مشترك وهو الجنسية المصرية وبالتالي لا توجد أصلا صلة بين هذه الحدود الثلاثة فلا يمكن أن يكون هناك قياس على تلك المقدمتين في الواقع بعض المنطقيين في القرن التاسع عشر حاولوا الجدال أن هناك استثناءات لتلقى القاعدة مثلا عالم المنطق الإنجليزي جون نيفل كينز في كتابه المنطق الرسمي formal logic قدم عدة أمثلة فيها مقدمتين سالبتين لكن مازال القياس صالح لكن هذا المبحث خارج عن منقشتنا الحالية ويمكن المهتمين والدارسين قراءة جدالية كينز تعرف على حجته مغلطة نتيجة إيجابية من مقدمة سلبية affirmative conclusion from a negative premise ومغلطة نتيجة سلبية من مقدمة إيجابية negative conclusion from affirmative premise تنتج هذه المغالطة في القياس عند كسر القاعدة الرابعة قدمة سلبية تنتج نتيجة سلبية والنتيجة السلبية تتطلب مقدمة سلبية تأمل هذه الأمثلة كل الحمام طيور بعض الزئاب ليست حمام إذن بعض الزئاب طيور أو كل المصريين عرب كل العرب بشر إذن بعض البشر ليسوا مصريين من السهل أن ترى أن تلك الحجج خاطئة أن المقدمات صحيحة لكن النتيجة خاطئة الأولى نتيجتها إيجابية لكنها قائمة على مقدمة سلبية والثانية نتيجتها سلبية قائمة على مقدمة إيجابية لو كانت النتيجة تأكيد إيجابي إذن فئة الموضوع محتوى سواء كليا أو جزئيا في فئة المحمد والطريقة الوحيدة التي من الممكن أن نصل بها لتلك النتيجة فقط كانت فئة الموضوع محتوى كليا أو جزئيا في فئة الوسط وفئة الوسط محتوى كليا في فئة المحمول بصورة أخرى من الممكن أن نصل لتلك النتيجة فقط لو كانت المقدمتين إيجابيتين بالتالي لا يمكن الحصول على نتيجة إيجابية من مقدمات سلبية والعكس صحيح نتيجة سلبية تقرب أن فئة الموضوع منفصلة سواء كليا أو جزئيا عسب نوع القضية عن فئة المحمول لكن لو كانت المقدمتين إيجابيتين إذن هناك احتواء ضروري بفئة الموضوع في المحمول وليس النفي وبالتالي لا يمكن اشتقاق نتيجة سلبية من مقدمات إيجابية المغلطة الوجودية وتحدث عند كسر القاعدة الخامسة للقياس أو كانت المقدمتين القضايا الكلية لا يمكن أن تكون النتيجة جزئية تأمل هذا المثال كل الثديات حيوانات كل الأسود ثديات إذن بعض الأسود حيوانات الحجة غير صالحة لأن النتيجة جزئية والمقدمات كلية في تلك الحالة يقال أنها ارتكبت المغلطة الوجودية من وجهة النظر البولية لأن النتيجة تقر أن الأسود لها وجود لكن المقدمات لا تقدم أي إقرار بهذا أو فاكر من حلقة القضايا الحملية وجهة النظر البولية لا تعترف بأن المقدمات الكلية ذات مضمون وجودي Existational Import هذه المغلطة تقع فقط عند تقييم القياس من وجهة النظر البولية لكن عند تقييم القياس من وجهة النظر الأرستوطالية تصبح الحجة صالحة بشر وهو أن الحد الحرج critical term يعبر عن وجود كائن واحد على الأقل في الواقع في المساعد في المسال في المسال الصابق حد الحرج سود له وجود في الواقع والحجة لم تكسر أي قواعد أخرى بالتالي يصبح القياس صالح من وجهة النظر الأرستوطالية لكن في المسال الصابق لو استبدلنا الأسود مثلا بفئة كائن العنقاء الخرافي تصبح الحجة غير صالحة في وجهة النظر الأرستوطالية لأن الحد الحرج فئة العنقاء ليس له وجود في الواقع لو لاحظت مجموعة القواعد التي قدمتها من الممكن تصنفها في ثلاث فئات واحد قواعد تمس تركيب القياس اثنين قواعد تمس الاستغراق ثلاثة قواعد قاصة بالكيف واختلف المنطقيين حول تلك القواعد تصنفها ضرورية بعضها بل حتى وذهب البعض لأن بعضها ليس أصلا قاعدة وأرست قدم خمس قواعد فقط التي ذكرتها لك والمنطقيين المسلمين من بعده لم يتوثعوا كثيرا في تلك القواعد ومن بعدهم اختلف علماء المنطق الغربي بعضهم حاول رد تلك القواعد إلى قاعدتين فقط في حين ذهب البعض إلى التوسع في تلك القواعد سبع قواعد على أي حال سنترك هذا الخلاف للباحثين والمتخصصين ونكتفي بالإشارة إليه القياس في الحياة اليومية في الحديث اليومي للبشر يستخدم القياس الحملي بشكل دائم لكنه عادة ما يكون على صورة ليست قياسية وبالتالي يصعب التعرف عليه أو تطبيق قواعد القياس لتحديد صلاحيته وإلى هذا قد يرجع السبب في عدم قدرة الكثير من البشر على تقييم الحجج والأطروحات اليومية بشكل عقلاني ومنطقي لكن الكلام اليومي الدارج للبشر من الممكن باستخدام بعض القواعد والأدوات أن يتم ترجمته إلى الصورة القياسية ومع قليل من التمرين كما في المسائل والعمليات الحسابية تصبح العملية طبيعة ثانية بديهية تأمل هذا المثال عندما يؤجل الناس الزواج حتى الثلاثينيات يقل معدل الطلاق اليوم البشر يؤجلون زواجهم حتى الثلاثينيات وبالتالي معدلات الطلاق في انخفاض دائم لو لاحظت الظروف الزمنية في الفقرة السابقة مثل عندما واليوم تدفعنا للاعتقاد أن الوقت يجب أن يستخدم كالعامل المشترق بين القضايا إذن سنعيد سياقة الجملة كلادي كل الأوقات التي يؤجل فيها الناس الزواج حتى يصبحوا في السلاثينيات ينخفض فيها معدل الطلاق كل الأوقات الحالية أوقات يؤجل فيها الناس دواجهم حتى السلاثينيات إذن كل الأوقات الحالية في أوقات ينخفض فيها معدل الطلاق هذه صورة قياسية لحجة قياس حملي لاحظ أني قمت بتغيير بعض الكلمات وترتبها في الحجة دون التأثير على المعنى العام للحجة ونتيجتها المنطقية هذه العملية بالتحديد للوصول إلى العدل القياسي من الفئات داخل القياس وهو ثلاث فئات في الصورة القياسية السابقة هناك ثلاث فئات فئة الوسط طه ترمز إلى الأوقات التي يؤجل فيها الناس الزواج حتى الثلاثينيات وفئة المحمول صاد ترمز إلى الأوقات التي ينخفض فيها معدل الطلاق وفئة الموضوع سين ترمز إلى الأوقات الحالية إذن تصبح الصورة الرمزية للحجة كالآتي كل طه هو صاد كل سين هو طه إذن كل سين هو صاد هذه حجة قياس صالحة بكل تأكيد مثال آخر لا بد أن مرسيدس شركة صناعية لأنها تعين مهندسي إنتاج وأي شركة تعين مهندسي إنتاج هي شركة مصنعة في هذا المثال الشركات تطرح نفسها كمعامل ربط في تلك الجملة يمكن صياغة الجملة السابقة كالآتي كل الشركات المماثلة لمرسيدس مصنعة لأن كل الشركات المماثلة لمرسيدس هي شركات تعين مهندس الإنتاج وكل الشركات التي تعين مهندس الإنتاج هي شركات مصنعة الجملة الأولى في المثال بعد تعديله هي النتيجة والآن أصبحت الحجة في صورة قياس حملي قياسية على هيئة AAA1 أرجو أن يكون من الواضح لك أن الكثير من اللغة اليومية المستخدمة في التعامل من الممكن أن يتم تحولها إلى حجج على صورة قياس حملي ومن ثم تطبيق قواعد منطق القياس عليها القياس الخطابي Anthememes القياس الخطابي المنطقي هو أحد الصور الخطابية التي وضعها أرستو في الأورجانون أرستو قدم صورتين من القياس الخطابي لكن هناك أربع صور معروفة الآن من صور القياس الخطابي أرستو أشار إلى القياس الخطابي بأنه جسم الإثبات أو أقوى البراهين البلاغية ونوع من القياس المنطقي في عمل الخالد البلاغة واعتبروا أحد نوعين من الإثبات والصورة الأخرى منه اعتبرها مشتق من هذين النوعين بتبسيط غير مخل القياس الخطابي هو صورة لحجة قياس حملية لكنها تفتقد لأحد المقدمتين أو إلى النتيجة النوع الأول من القياس الخطابي هو حجة قياس تفتقد أحد المقدمتين تأمل المثال التالي سقرات فان لأنه بشر في الحقيقة الصورة القياسية الكاملة لهذا القياس لابد أن تكون كالآتي كل البشر فانية سقرات إنسان إذن سقرات فان لو لاحظت في تلك القياس الخطابي المقدمة الكبرى كل البشر فانية مفقودة أو غير موجودة في الحجة الخطاب القياسي يحدث بشكل دائم في الحديث اليومي بين الناس أسباب عديدة أهمها الاختصار وتجنب الإطالة والملأ والمجادل يعتمد على فطنة وعقل المستمع كي يستنتج المقدمة الناقصة الأمر الذي قد يكون أيضا مثير للمستمع ويجعله منتبه لكن نوايا المجادل ليست دائما طيبة أحيانا قد يريد المجادل أن يمرر حجة غير صالحة أو خاطئة في حديثه ويعتمد على أن المستمع غير منتبه ويحزف أحد المقدمات الأمر الذي يجعل من الصعب على البعض ربط أجزاء الحجة والوصول إلى حقيقة النتيجة مدعاه لكن في الحقيقة العديد من حجل القياس الخطابي من السهل تحولها إلى الصورة القياسية أولا لابد أن نحدد أي أجزاء الحجة مفقود المقدمة كم النتيجة وبعد هذا يصبح من السهل عادة تقديم القضية المفقودة إلى الحجة فيتصبح على الصورة القياسية وبعد ذلك يمكن اختبار صلاحية الحجة باستخدام معامل الضرب والأشكال القياسية أو مخططات فان تأمل هذا المثال يكمل كوكب الزهرة مضاره في وقت أقل من الأرض لأن الزهرة أقرب إلى الشمس المقدمة المفقودة هي أي كوكب أقرب إلى الشمس يكمل مضاره في وقت أقل من الأرض إذن يمكن ترجمة الحجة على الصورة القياسية كميع الكواكب الأقرب إلى الشمس هي كواكب تكمل مضارها في وقت أقل من الأرض كميع الكواكب المماثلة لكوكب الزهرة هي كواكب أقرب إلى الشمس إذن كميع الكواكب المماثلة لكوكب الزهرة هي كواكب تكمل مضارها في وقت أقل من الأرض باختبار هذه الحجة تجد أنها حجة صالحة وصحيحة أحد الطرق البديهية للتعرف على القضية المفقودة في القياس الخطابي هي البحث عن المؤشرات داخل الحج لو كانت الحجة تحتوي على مؤشر النتيجة إذن لابد من وجود النتيجة وبالتالي يصبح أحد المقدمتين هو المفقود ولو احتوت الحجة على أحد مؤشرات المقدمة لابد أن يتبعوا مقدمة لكن هذه المعرفة غير كافية لتحديد إن كانت المقدمة أم النتيجة هي المفقودة لأن الحجة لابد أن تحتوي على مقدمتين لكن الحالة الأصعب عندما لا تحتوي الحجة على أي مؤشرات بالمرة في تلك الحالة المقدمة أو النتيجة قد يكونت مفقودتين تأمل هذا المثال الحمير كانت وسيلة نقلة أساسية للفقراء لعقود لابد من الاحتفاء بها في تلك الحجة النتيجة هي الجملة الأخيرة والمقدمة المفقودة هي أي مركبة قدمت كوسيلة نقلة أساسية للفقراء لعقود هي وسيلة لابد الاحتفاء بها إذن من الممكن أن نعيد صياغة الحجة على الصورة القياسية الآتية جميع المركبات التي كانت بمثابة وسيلة نقلة أساسية للفقراء لعقود من الزمن هي مركبات تستحق الاحتفال جميع المركبات المماثلة للحمير هي مركبات كانت بمثابة وسيلة نقلة أساسية للفقراء لعقود لذا فإن جميع المركبات المماثلة للحمير هي مركبات تستحق الاحتفال هذا القياس صالح ومن السهل الجدال على صحته وسطه مثال آخر أعرف العديد من الأطباء الذين يدخنون في خطوة نحو صحتي لن أكون مريض لديهم بعد الآن لقد خطر لي إذا كانوا لا يهتمون كثيرا بصحاتهم فكيف يمكنهم أن يهتموا بصحتي في هذه الحجة يرسم المؤلف ثلاث روابط العلاقة بين تدخين الأطباء واهتمام الأطباء بصحتهم وبين اهتمام الأطباء بصحتهم واهتمام الأطباء بصحة صاحب الحج وبين اهتمام الأطباء بصحة صاحب الحجة والأطباء الذين سيكون المجادل مريض لديهم لهذا نحتاج إلى حجتين للتعبير عن تلك الفقر السابق القياس الأول القياس الثاني يبدأ بمقدمة كبرى عيش انتهت نتيجة الحجة الأولى جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لا يهتمون بصحتي جميع الأطباء الذين لا يهتمون بصحتي هم أطباء لن يقبلوني كمريد لذلك لأن جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لن يقبلوني كمريد متسلسلة القياس كما يشيري الاسم هي سلسلة من حقق القياس الحملية بدون نتيجة وسطية الاسم مشتق من المصطلح اليوناني سوروز بمعنى الكوم في بعض الكتب قد يشار اليها بالقياس المتعد بولي سيلاجزم أو القياس متعدد المقدمات مالتي برامس سيلاجزم بصورة بسيطة هي مجرد سلسلة لأي عدد من القضايا الحملية تشكل معنى تتابع من حقق القياس نتيجة الحجة الأولى مع المقدمة التابعة تشكل قدمتي الحجة الثانية وهكذا تأمل هذا البثال كل النمور قطط كل القطط من الثديات لا توجد أسماك من الثديات لذلك لا توجد أسماك نمور المقدمتين الأولى والثانية يشكل حجة قياس صالحة نتيجتها إن كل النمور من الثديات لكن هذه النتيجة لا تظهر في متسلسلة القياس السابقة لأن وضعها مع المقدمة الثالثة لا توجد أسماك من الثديات يشكل مقدمتي الحجة الثانية التي نتيجتها لا توجد أسماك نمور وتظهر في آخر المتسلسلة هذه الحجة صالحة والمتسلسلة هكذا تكونت من حجتي قياس صالحتين وبالتالي المتسلسلة ككل صالحة قعدة تقييم صلاحية متسلسلة القياس بسيطة جدا السلسلة قوية بقدر قوة أضعف حلقتها أي إن كانت هناك أي حجة غير صالحة في المتسلسلة تصبح المتسلسلة كلها غير صالحة الصورة القياسية لمتسلسلات القياس standard form sorieties هي الصورة التي بها كل حجة مكونة للمتسلسلة تكون على صورتها القياسية أي لابد أن يظهر بها كل حد أو فئة مرتين المحمول في قضية النتيجة يظهر في المقدمة الأولى وكل مقدمة بعد ذلك بها حد أو فئة مشتركة مع المقدمة التالية المتسلسلة السابقة على الصورة القياسية لأن كل حجة بداخلها كانت على صورتها القياسية لكن ماذا لو لم تكن المتسلسلة على الصورة القياسية كيف نتأكد من صلاحيتها هناك طريقين الأولى تتكون من ثلاث خطوات واحد نضع المتسلسلة على الصورة القياسية اثنين نظهر النتائج الوسيطة لكل حجة مكونة للمتسلسلة نختبر كل حجة مكونة في المتسلسلة على حدة لو كانت كل الحجة صالحة تصبح المتسلسلة ككل صالحة تأمل هذا المثال لا يوجد به هو جيم بعد كاف هو ألف كل ألف هو به كل دال هو جيم إذن بعد كاف ليس دال هذه المتسلسلة بكل تأكيد ليست على الصورة القياسية كي نضعها على الصورة القياسية لابد من ترتيب المقدمات أولا كي نفعل هذا نبدأ بالبحث عن المقدمة التي تحتوي على فئة المحمول في النتيجة ونضعها كالمقدمة الأولى وبعد هذا نبحث عن المقدمة التي تحتوي على الفئة الأخرى في المقدمة الأولى وتصبح تلك هي المقدمة الثانية وهكذا حتى نرتب كل المقدمات فئة المحمول في نتيجة المتسلسلة السابقة هي الفئة دال إذن القضية كل دال هو جيم تصبح المقدمة الأولى والقضية لا يوجد باء هو جيم هي القضية التي تحتوي على الفئة الأخرى في المقدمة الأولى إذن تصبح هي المقدمة الثانية وهكذا المتسلسلة بعد إعادة ترتبها تصبح كل دال هو جيم لا يوجد باء هو جيم كل ألف هو باء بعد كاف هو ألف إذن بعد كاف ليس دال الخطوة الثانية هو أن نستنتج النتائج الوسيطة بين الحجج ونظهرها مخططات فين مفيدة جدا في هذه الخطوة لأن من الممكن استخدامها لاستنتاج النتيجة الخفية وأيضا التحقق من صلاحية الحجة ككل مثلا المقدمة الأولى والثانية كل دال هو جيم لا يوجد باء هو جيم من الممكن تمثلهم على مخطط فين فيظهر أن النتيجة لا يوجد باء هو دال منظر الشكل المرافق وبوضع تلك النتيجة مع المقدمة الثالثة كل ألف هو باء نستدل من المخطط على النتيجة الثانية الخفية لا يوجد ألف هو دال منظر الشكل المرافق وبوضع تلك النتيجة الخفية مع المقدمة الرابعة بعد كاف هو ألف نستدل على النتيجة النهائية بعد كاف ليس دال منظر الشكل المرافق إذن كان هناك نتيجتين خفيتين استدلين عليهم من رسم المقدمات تدريجيا على مخطط فان وكل واحدة من تلك النتائج الخفية ووضعها كمقدمة مع المقدمة التالية في الحجة نستدل على النتيجة التالية وهكذا حتى وصلنا إلى نتيجة المتسلسلة النهائية هناك طريقة ثانية أبسط وأسرع لاختبار صلاحية متسلسلات القياس من هذه الطريقة لأنها لا تتطلب استنتاج النتائج الوسيطة وإظهرها الطريقة تتكون من خمس قواعد متشبهة مع قواعد القياس واحد كل حد أو فئة وسط لابد أن يتم توزيعها على الأقل مرة واحدة اثنين إن تم توزيع الفئة في النتيجة إذن لابد أن يتم توزيعها في المقدمة ثلاثة غير مسموح بمقدمتين سالبتين أربعة مقدمة سالبة لابد أن يتبعها نتيجة سالبة نتيجة سالبة لابد لها من مقدمة سالبة خمسة لو كانت كل المقدمات كلية لا يمكن أن تكون النتيجة جزئية وبشكل عام من الأفضل أن نضع المتسلسلة في صورتها القياسية قبل تطبيق القواعد الخمسة عليها على أي حال سأترك لك مهمة تطبيق القواعد الخمسة على المتسلسلة السابقة لاختبار صلاحيتها بنفسك الرياضي وكاتب الأطفال الإنجليزي الشهير لويس كارول صاحب قصة الأطفال الشهيرة مغامرات أليس في بلاد العجائب أليس's adventures in wonderland استخدم متسلسلات القياس بكثرة في كتابه المهم المنطق الرنزي Symbolic Logic الذي نشره سنة 1896 أحد الأمثلة الشهيرة في كتابه لا يوجد شخص زو خبرة غير كف جينكنز دائما متعثر لا يوجد شخص كف يتعصر دائما جينكنز عديم الخبرة من الممكن وضع مثال كارول في صورته القياسية كالآتي جميع الأشخاص ذوي الخبرة هم أشخاص أكفاء لا يوجد أشخاص أكفاء يرتكبون الأخطاء جينكنز دائما يرتكب الأخطاء جينكنز ليس شخص زو خبرة القياس واحد من أقدم منظومات المنطق الكلاسيكي أو السوري ويرجع إلى مؤسس منظومة المنطق الكلاسيكي أرستو أرستاطو تقريبا في المائة الثالثة قبل الميلاد أرستو أجمل تعريف القياس المنطقي كالآتي قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لذم عنها لذتها قول آخر فعند قولنا العالم متغير وكل متغير حادث قد ركبنا قضيتين إن ثبتت صلاحيتهم لذم عن ذلك قضية أخرى وهي العالم حادث شراح المنطق تارسيه ومطوريه عبر الزمان والحضارات المختلفة تناولوا نظرية القياس بالدراسة والتحليل وبخاصة أحد أهم صور القياس وهو القياس الحملي وقاموا بتفصيل قواعده إشكاله وأدواته بالعصور الحديثة اتخذ المنطق صورة جديدة رياضية كما سنرى في الحلقات المستقبلية وتوقف المنطقيين عن دراسة المنطق الصوري القديم أو الكلاسيكي واعتنوا أكثر بتطوير المنطق الرياضي لكن المنطق الكلاسيكي وضروبه أصبح مادة خصبة للدراسة الأكاديمية وشاهد على عبقرية صنع العقل الإنساني المنطق الصوري يركز بالأساس على شكل صورة وتركيب الحجة ومن هنا اكتسب اسمه المنطق الصوري على العكس من الاستقراء الذي اختص بمادة الفكر وموضوعه ولذا عرف بالمنطق المادي القياس كأحد صور المنطق الصوري عملية عقلية خالصة ينعكس فيها العقل على قواعد القياس المنطقي ويطبقها على الحجج في محاولة للبحث عن حقيقة الشكل أو الصورة المطروحة على العكس من الاستقراء عملية عقلية غير خالصة يتجه فيها العقل إلى البحث عن موضوعية الأشياء من خلال الاستدلال بالواقع الملاحظة وضع الفرضيات وإجراء التجارب روح القياس هي البدء من الجوهر للاستدلال على الجزئيات العرضية أما الاستقراء على العكس يبدأ من الجزئيات العرضية والتفاصيل الفرعية كي يستدل على الجوهر القياس هو الصورة المسلى للاستدلالات الغير مباشرة عند أرستو وهي غير مباشرة لأن الوصول إلى النتيجة فيها من حكم بين أيدينا وليس على اعتبار حقيقة هذا الحكم ذاته كما في صور الاستدلال المباشر التي تعرضنا لها في حلقة القضايا الحملية لكن من خلال توسط حد ثالث به نربط أجزاء القياس ونحكم على أجزاءه وعلاقتها في الواقع أرستو اعتبر القياس أهم أداة للبحث العلمي في العصر القديم وأدبيات المنطق الكلاسيكي عادة ما تشير إلى أن أرستو وضع القياس استجابة لمطالب علمية بحتة وبالرغم من أن أشكال القياس قد استخدمت بكثرة في الجدال والخطابة في العصور القديمة لكن أرستو كان أول من وضع القواعد العامة للقياس على أي حال القياس الحملي له خمس قواعد لاختبار صحته ودأ بعلماء المنطق على وضع قوالب محددة لكل الاحتمالات التصنيفية الممكنة لأشكال القياس بناء على متغيرين معامل الضرب القياسي ومعامل الشكل أو الهيئة القياسي هناك 64 صورة محتملة لمعامل الضرب القياسي وهناك أربع احتمالات ممكنة لمعامل الشكل أو الهيئة وبالتالي أصبح هناك 256 شكل قالب أو صورة ممكنة من حجج القياس الحملي وكتب المنطق الكلاسيكي أفردت مئات بالآلاف الصفحات لعرض وشرح تلك القوالب والصور الممكنة للقياس الحملي وعبر التاريخ ضارت سجالات وصراعات مختلفة على تلك الأشكال والقوالب المختلفة للقياس وستجد بنظرة عابرة على أي كتاب يبحث تاريخ المنطق الكلاسيكي الآراء المختلفة حول أشكال القياس من ابن سينا للصهروردي من تومة الأكويني إلى إسبنوزا في تلك الحلقة قدمت لك بعض تلك القوالب وأشكال حجج القياس الحملي وطرق تقييم صلاحياتها لكني لم أحصيها بالكامل لأنها مهمة شاقة قد تفرد لها عشرات الصفحات لن يتسع الوقت هنا لها لكنها متاحة للدارسين والمهتمين في العديد من الكتب والمراجع القديمة والحديثة إن كنت من المهتمين أو الدارسين لموضوع القياس بشكل عام أو القياس الحملي بشكل خاص أرشح لك باللغة العربية كتاب المنطق الصوري منذ أرستو حتى عصورنا الحاضرة المنشور سنة 2000 لأستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور علي سامي النشار الذي يعد أحد المراجع الحديثة لموضوع المنطق الكلاسيكي بشكل عام والقياس بشكل خاص ووضع بلغة مناسبة للقارئ عديس العهد بدراسة المنطق الحوار الخيالي الذي بدأنا به كان مثال تخيلي اقتبس من كتاب مقدمة مختصرة للمنطق A concise introduction to logic للفيلسوف الأمريكي المعاصر باتريك هارلي هذا الحوار مليء بأمثلة من حجج القياس الحملي لكنها وضعت في صورة قياس خطابي للاختصار وانسيابية الحوار هذه هي الصورة التي عادة ما ستقابل بها القياس الحملي في الحوارات اليومية الأمر الذي يترك على عاطق المتلقي مسؤولية وضع تلك الحجج في صورتها القياسية اختبار صلاحيتها ومن ثم تحديد إن كان المتحدث يقدم كلام منطقي أم لا في بعض الأحيان قد يكون القياس المطروح بسيط والمخ البشري في تلك الحالة قادر على القيام بالعمليات المنطقية اللازمة للتحقق من القياس دون دراية أو تدخل من المتلقي لكن في الحالات المعقدة من حجج القياس يصبح من الصعب التحقق من صلاحية تلك الحجج دون اتباع القواعد والأدوات اللازمة للتحقق من صلاحية القياس مثلا في الحوار التخيلي الزوجة جادلت لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية عن الأزواج الذين لديهم أطفال وبالتالي فإن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أكثر سعادة من الأزواج الذين لديهم أطفال هذه الحجة لم توضع على الصورة القياسية قد نضعها على صورتها القياسية كالآتي جميع الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أزواج يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية جميع الأزواج الذين لديهم مستويات أعلى من الرفاهية العاطفية هم أزواج أكثر سعادة لذلك جميع الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أزواج أكثر سعادة قعد قراءة الحوار مرة ثانية وحاول إعادة صياغة حجج القياس به على صورتها القياسية ودلوقتي تأمل صور القياس الحملي وقواعده هل قواعد القياس هي القواعد العقلية المشروعة للوصول إلى الحقيقة؟ أم إنها قاصرة فقط على المبحث النظري بعيدا عن الاستدلال بالواقع؟ هل مبحث الحقيقة عملية عقلية خالصة كما في المنطق السوري؟ أم إنها عملية مادية بحتة؟ هل البحث عن الحقيقة يبدأ عند الجوهر؟ أم التفاصيل؟ فكر تاني في الحلقة الجاية سننتقل إلى صورة أكثر حداسة من المنطق بنيت عليها صورة المعلومات والحوسبة الحديثة عن ترميز المنطق دوال للحقيقة المعاملات المنطقية يداول الحقيقة ومنطق القضايا نتفلسف المرة الجاية دلوقتي الحلقة الجاية يعيش الحياة بفلسفة منطقةصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص